لا بد لأي معلم أثري أن تطاله يد الزمن ولكن أن يناله الإهمال الحكومي فهذا لا يحدث إلا ببلدان قليلة في ظل حكومات لم تنتج إلا الخراب خان بني السعد الأثري في محافظة ديالة واحد من هذه المعالم الخان الذي تم بنائه في زمن عمر باشا العثماني قبل أكثر من ثلاثة قرون كان محطة استراحة للمسافرين والحجاج هذا الخان بنى بسمة 1671-1682 بهذا الخمسة السنين هذه بنى بزمن الوالي العثماني سلح دار أمار باشا هذا هو اللي بنى والغرض من العزل هذه الخانات هذه اللي بنى طبعا هي على بعد كل أربعين أو خمسين كيلومتر مبني خان من هذه الخانات الغرض من عندها شنو؟ الغرض من عندها هاي دور السراحة للمسافرين والحجاج قبيلة بني سعد العربية كانت أولى القبائر التي سكنت حول هذا الخان ليكون اسمه نسبة لها خان بني سعد هاي هاي عشيرة بني سعد جدت سكلتين وإجت الخان هذا بنى كان الطريق هذا يصير به تسليب ما تسليب بزمن قبل القوافل فجابوا العشيرة هذه سكنهم هنا حتى يحمون الطريق من السراق اليوم تكفلت إحدى المنظمات الغربية وبمساعدة بعض المتطوعين من أبناء ديالة بعملية إنقاذ الخان وترميمه ومحاولة إحيائه من جديد ناشدنا كثير من المسؤولين بالإدارة المحلية والإدارة الاتحادية نادينا أو واجهنا أو أعطينا دعوات مباشرة عن طريق هاشتاكات وعن طريق ناشطين مدنيين إلى المنظمات الدولية والمنظمات المحلية للاحتناق بهكذا معلم حضاري مهم في خان بني سعد عدم التفات مجلس محافظة ديالة أو وزارة الأثار إلى المناشدات المتكررة من قبل الأهالي والناشطين وذهاب التخصصات المالية إلى جيوب الفاسدين حول خان بني سعد إلى مكب للنفايات ومرتع لنمو الأعشاب البرية في أفنيته وعلى جدرانه التي كانت مغطاة بالزخارف والنقوش الجميلة يوما ما ترجمة نانسي قنقر